ما هو الوقت؟ خطوة خطوة ومن البداية راح نتعلم نقول التوقيت باللغة الإنجليزية لكن قبل لا نبدأ حط في بالك هذه النقطة ولا تنساها لما نقول التوقيت أو الساعة بالإنجليزي نبدأ بالدقائق وبعدين الساعة الدقائق وبعدين الساعة خلونا نتعرف على بعض المصطلحات الرئيسية اللي راح تسهل علينا فهم الدرس حكم تماماً وربع نتعرف على التوقيت الرئيسية والثابتة اللي ما تتغير أكلاك تماماً كوارتر باست وربع هاف باست ونص كوارتر تو إلا ربع تنقسم الدقائق إلى قسمين القسم الأول من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 29 وفي هذا الجزء نبدأ بعدد الدقائق اللي مضت من الساعة الحالية وبعدين نقول الساعة مثال لو كانت الساعة ثمانية وعشر دقائق نقول عشر دقائق مضت من الساعة الثامنة يعني ولو كانت الساعة عشر وعشرين دقيقة نقول يعني عشرين دقيقة مضت من الساعة العاشرة وبالشكل هذا مثال أخير لو كانت الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة كيف نقول التوقيت هذا بالإنجليزي؟ وقف الفيديو الآن وحاول تقول التوقيت وبعد كذا كمل إذا كانت إجابتك 17 past 7 تمام عليك يا مبدع أنت كذا صواحة أهنيك وتستاهل ننتقل الآن للجزء الثاني تقدر تفهمه بطريقتين الطريقة الأولى من بعد الدقيقة 31 نقول كم دقيقة باقي للساعة التالية؟ مثلا لو كانت الساعة عشر واحد وثلاثين دقيقة نقول 29 to 11 يعني باقي 29 دقيقة للساعة 11 هذا الطريقة الأولى هو الطريقة الثانية إنك تفهمها زي ما عندنا بالعرب نقول إلا يعني إلا خمس إلا عشر إلا ربع أو حتى إلا ثلث ونوقف كمان بالإنجليزي نفس الشي يعني لو كانت الساعة أربع وخمسة وثلاثين دقيقة أربع وخمسة وثلاثين دقيقة بالإنجليزي نقول وخمسين دقيقة يعني بالعربي بنقول عشرة إلا عشر بالإنجليزي نفس الشي 10 minutes to 10 يعني عشرة دقائق إلى الساعة العاشرة وبالشكل هذا خلينا أعطيكم هذا التمرين لو كانت الساعة واحدة وثمانية وخمسين دقيقة كيف راح نقول التوقيت هذا بالإنجليزي؟ وقف الفيديو وحاول تجاوب إذا كانت إجابتك 2 to 2 هنيق بصراحة هذا أول درس في قناتنا على اليوتيوب وإن شاء الله باقي الدروس الجاية راح تكون تفاعلية أكثر من كذا وزيادة إذا عجبك المحتوى لا تنسى تدعمنا بالاشتراك بالقناة واللايك والشير ولا تحلمونا من آراءكم والتعليقاتكم على الفيديو وعلى المحتوى وإذا عندكم أي نصائح شاركونا وعطونا رأيكم على هذا الدرس ولا تنسى تجرب مستوى فهمك لهذا الدرس في الاختبار التجريبي الرابط موجود في الدسكريبشن تحت وشكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة